تحويلات مرورية مزدحمة وحفريات لم تتوقف في منطقة طابربور في عمان منذ فترة طويلة يقول عنها تجار ومواطنون أنها ألحقت أضرارا كبيرة بمحلهم وكبدتهم خسائر اقتصادية مواطنون صغار وكبار يقطعون طريقا غير معبدا على يمينها حفرة وعلى يسارها حفرة دون وجود وسائل أمان تساعدهم للعبور بسلاسة كل ذلك في منطقة طابربور التي تواجه الآن أزمة جديدة من أزمات كثيرة خلفها مشروع الباص السري ما شفنا اللي يجوا وسكروا هالشوارع علينا وسكروا المنطقة كاملة وتركونا الوضع على ما هو عليه وما شفناهم إلا بداية الشهر هذا يعني من أسبوع أو عشر تيام بلشوا يشتغلوا أثناء الفترة اللي فاتت حكينا لهم يعملتوا سكرتوا الشوارع وبلشتوا بمشروع لا أعطيتونا خبر ولا بلغتوا حدا ولا شوفي أي موقف أنه نعرف أنه إحنا كأصحابين محلات هون شوفي مش عالفين إحنا لا نروح ولا نيجي لزبوننا بشي قادر يوصلنا المنطقة الثانية ما حدا قادر يوصلنا منها بسبب الحفريات يقول أصحاب المحال التجارية على أطراف الطريق إن الباص السريع خلف لهم خسائر اقتصادية عادية ما دفعهم إلى فصل الكثير من موظفيهم زبون الشارع اللي كان يمر عليك ما شاء الله كانت زبان ما شاء الله حاليا زبون المنطقة ما بمر زبون الشارع ما بمر إحنا علينا التزامات علينا ترخيص علينا أجار موظفين علينا أجار محلات كهرباء كهرباء على محل يدفع تقريبا 1500 دينار بالشهر كهرباء من الأول كانت الحركة الشارع تسد مصاريفك تسد المصاريف اللي عليك حاليا ما فيه كتلة المحلات هنا وما فيه شغل ثاني شيء إحنا بنطالب أمين عمان إنه يخصمنا على المثقفات وعى الترخيص لأنه شغل ما بنشتغل وما رح نقدر ندفع مثقفات ولا ترخيص أمانة عمان قالت في تصريحات سابقة إن أعمال الباص السريع ستنتهي مع انتهاء عام 2021 ولكن المواطنين يشعرون أن الانتهاء من العمل سيمتد لأكثر من ذلك وسط مخاوف من أن تخلف أعمال الباص السريع المزيد من الخسائر